اشتركوا في القناة رئيس الحكومة ترأسه صباح اليوم وزير الزراعة سيد جمر سليكة انطلاق نشاطات اليوم العالمي للغزاء في نسخته السابعة والثلاثين كان ذلك بحضور العديد من الخبراء والمعنيين بالامنة الغزائية في البلاد تقرير زميل محمد طاهر صالح حسين بحضور العديد من اعضاء الحكومة ومثلين البعثات الدبلوماسية جاءت انطلاقة اليوم العالمي للغزاء في دورته السابعة والثلاثين والتي يحتفى بها في السادس عشر من اكتوبر من كل عام وضعت تحت شعار تغيير مستقبل المهاجرين والعمل في الامن الغزاء وتنمية العالم الريفي المناسبة شهدت العديد من الكلمات ولاها لرئيس اللجنة التنظيمية عبدالكريم كايبرو الذي اشار في اختياره لهذا العام شعار تغيير مستقبل المهاجرين وتنمية العالم الريفي شاكرا في الوقت ذاته كل الشركاء مع مساهماتهم ماديا وفنيا من جانبه ممثل منظمة الامم المتحدة لاغزية والزراعة مكتب شات محمود منصور جاي قال ان شعار هذا العام يجسد التعاون والتكاتف لمحاربة المجاعة بالاضافة الى مختلف الانشطة لمكافحة الهجرة بشكليها القصري والطوعي ونبز العوامل المسببة لعدم الاستقرار وكذا المجاعة وتدمير البيئة وهذا الامر تسبب في مجاعة 815 مليون نسمة عام 2016 بزيادة 38 مليون نسمة مقارنة بعام 2015 وهذه الارقام تزداد بعمل النزاعات والحروب والهجرة ما اثارها السلبية ذات الصلة بالحال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من جانبه المنسق الدائم لأجهزة الامم المتحدة في شات استيفنتون قال انه يساعد كل الجهود المبزولة وتقديم الدعم لشركاء ودع المعنيين الى تكثيف الحوار والعمل المشترك لنجاح البرنامج وفي خطابه الافتتاحي لعمال اليوم العالمي للغزاء وزير الانتاج الزراعي والري السيد جامرسليك قال ان العوامل الطبيعية للهجرة سواء كانت قصرية ام طوعية فهي تحدي للحكومة لذا فان المعنيين وحدوا جهودهم لرفع قدراتهم العالم الريفي بغية رفع الانتاج الزراعي لصدقوة المواطنين وهذه تعد من اولويات الحكومة وشركائها لان تنمية العالم الريفي هي ضمان قوة المجتمع باسره كما ان محيطنا الجغرافي لهو محطة عنظار النازحين والمهاجرين فعلينا جميعا العمل لاستقرار المنطقة وتوفير الامن الغزائي للمواطنين اقبل ذلك قام الحضور بزيارة اجنحة المعرض المختلفة التي تم فيها عرض المنتجات الزراعية والاغزية بهذه المناسبة احتفاء بهذا اليوم اشتركوا في القناة